و بهدف المشاركة في حماية المجتمع من اتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 شارك عدد من لاعبي و أفراد الطاقم الإداري و الفني لمتخب البحرين لكرة القدم في أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا إيمانا منهم بأهمية أخذ اللقاح في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة والعالم أخذ اللقاح هو الخيار الأفضل لمنع الفيروس من الانتشار والسيطرة عليه فقد منحتنا الحكومة الفرصة بكل سهولة ويسر لأخذ اللقاح وذلك لمساعدة أنفسنا ومساعدة الآخرين والحصول على حياة أفضل في المستقبل حكم أننا مواطنين بحرينين قبل أن نكون رياضيين شفنا التعب والمجهود اللي بذلها الفريق الوطني خلال سنة كاملة للحفاظ على صحتنا وصحت المجتمع اتباع تعليماتهم في الرغم لا والحفاظ على الصحة ومساهمة في أن نحفز الناس على أخذ التطعيم للقضاء إن شاء الله على الجائحة أو الحج من خطورتها نتمنى أن الكل يبادر أن يتبع التعليمات الناس هذي اجتهدت خلال سنة وقاومت وحاولت أن تحافظ على صحتنا وصحة البلد بشكل عام فإن شاء الله نتمنى أن الكل يبادر اتباع التعليمات لإن شاء الله تزول عنها الجائحة اتباع تعليمات الفريق الوطني شيء طبيعي بيفيد الرياضيين يعني بيقلل من الإصابات أو يلغي الإصابات ويحفز الناس على أن البحرين كلها نحن كرياضيين نكون دوم نموذج للوطن يعني الرياضي في كل بلدان العالم هو النموذج هو القدوة فكل ما يحفزون باقي أفراد المجتمع أن يأخذون التطعيم في المقام الأول الرياضيين يحتاجون أن يأخذون التطعيم على قلة الانتشار وقلة خطورة الإصابة في هاي الفيروس إن شاء الله في المستقبل إن إذا ما اتبعنا تعليمات للفريق الوطني نقدر نييني يوم بالأيام إن شاء الله قريبا نتزول عنها الجائحة إن شاء الله